بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في نور الدين نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نور الدين الذي يمثله القرآن وتمثله سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمثله تلك البصيرة التي كانت عند أولياء الأمة وعلمائها ويمثله ما يفتح الله به على الناس من خير نسير إلى الله في نور الدين يسأل الإنسان نفسه خاصة في بداية طريقه مع الله ربنا بيحبني ولا لا وهذا السؤال الإجابة عليه على مستويين المستوى الأول قطعا يحبك لأنك من مخلوقاته ولو لم يكن يحبك ما خلقك أصلا هذا يشعر الإنسان بأن مجرد أن الله قد خلقه فهو يحبه فالسؤال كأنه جاء متأخرا لو لم يحبك الله لم يكن لي أخلقك وكنت عدما لأوجود لك في هذا الكون فلما أذن الله لك بأن تكون موجودا كأنه أمر بك خلقك أوجدك لأنه يحبك المشكلة ليست في أن الله يحبك أولا لأنه واضح أنه يحبنا المشكلة هو أنت بتحب ربنا هنا بقى هو السؤال اللي ينبغي على الإنسان أن يبدأ به وليس هو ربنا بيحبه ولا لا لا لو كنت حقا حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه الحكيم قال كده قلبتين الشهر دول بيقول تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديعه لو كنت حقا حبه بتحبه صحيح لا أطعتاه إن المحب لمن يحب مطيعه نجد إن الإنسان اللي بيحب إنسان بيطوع صديقه الصديق عمره الأنتين بتاعه الأب مع ابن ابن مع أب وهكذا تجد إن المحب الحب أطاعه طيب هو ربنا بيحبك ويحبك وإلا ما أوجدك طيب أنت بتحبه فالواه ما ديه أنا بحبه هذا من الكلام سهل قال له لا لو كنت حقا حبه ده أطعته إن المحب لمن يحب مطيعه هيا بنا نتساءل ونسأل ما يقول بخاطرنا حول حب الله وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لأنه جعل هذا النبي هو النموذج الذي يتبع صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو المقياس المعيار هذا والمصطرة الذي نقيس بها أمورنا ونرجع فيها أحوالنا ترجمة نانسي قنقر